بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا هل يجوز أن نقول أخي الملحد أو نصف الملحد بأنه أخ في الإنسانية؟ الحقيقة هذا التعليق وردني كثيرا بعد أن قمت بعمل فيديوهات لسلسلة جديدة بعنوان أخي الملحد وأنا تقصدت اختيار هذا الاسم لأنني شرحت في بداية هذه اللقاءات أن الأخوة نوعا أخوة الإنسانية لأننا كلنا أولاد آدم وحوى بالتالي كلنا إخوة أخوة الإنسانية وأخوة الإيمان أو أخوة الدين فعندما تخاطب شخص مسلم مؤمن رضي الله عنه تقول له أخي في الدين لأن هذه الأخوة تجمعك معه أخي في الإنسانية هل هناك مشكلة إذا قلنا ذلك؟ أنا طبعا لم أجد دليل شرعي على ما تفضل به الأحبة من تعليقات حيث قالوا لا يجوز شرعا أن تصف الملحد بتعبير الأخوة لأنه ملحد لا يؤمن بالله وبالتالي يجب وصفه بأنه كافر أو ملحد أو منهم من كتب عدو الله وغير ذلك طيب ما هو المستند الشرعي الذي استندت إليه أخي الحبيب عندما قلت لا يجوز شرعا هناك أحبة في الله دليل من القرآن على أن الأنبياء خاطبوا أقوامهم الملحدين الشاذين جنسيا بمصطلح الأخوة يعني قبل أن نحكم أيها الأحبة دعونا نفهم القرآن ونفهم سلوك النبي عليه الصلاة والسلام والسلوك الأنبياء يعني مثال قوم هود أرسل الله لهم نبيا اسمه هود عليه السلام تكبروا وارتكبوا الجرائم واستكبروا في الأرض وكفروا بالله وكانوا يفعلون المنكرات كل أنواع المنكرات على الرغم من ذلك قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم وصفه بأنه مع العالم أنه ليس أخا لهم ليس أشقاء له هو فقط يعني أخوة في الوطن أو في الإنسانية فلماذا استخدم القرآن لفظ الأخ هنا دعوني أقرأ هذه الآيات ونتأملها ثم نحاول أن نستنبت وإلى ثمود أخاهم صالحا إذن هذه الحقيقة تتكرر مرة ثانية ثمود هذه القبيلة المجرمة التي عتت عن أمر ربها وذبحت الناقة عقرت الناقة يعني من أشقى الناس على الرغم من ذلك قال وإلى ثمود أخاهم صالحا طيب مرة ثالثة قوم ميديان أو منطقة اسمها ميديان أرسل الله لهم نبيا اسمه شعيب عليه السلام هذا النبي هذا النبي نبههم إلى خطورة ما يفعلونه كانوا ظالمين يبخسون الناس أشياءهم كانوا عتات في الأرض ظلمة طغاة كفار على الرغم من ذلك قال تعالى وإلى مديان أي منطقة اسمها مديان أو قبيلة مديان حسبيا أخاهم شعيبا وصفه بالأخ طيب سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش تسعمائة وخمسين سنة لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لم يؤمن معه أحد إلا القليل حتى ابنه كفر انظروا إلى كمية الكفر والإلحاد يعني كان يتعامل مع أناس يسخرون منه يستهزئون به وطيلت ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم قال تعالى وما آمن معه إلا قليل امرأته كافرة وابنه كافر تصوروا على رغم من ذلك قال تعالى إذ قال لهم يعني لهؤلاء الكفار الملحدين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون وصفه بالأخ لأن لأن الملحد أحبتي في الله يحتاج إلى أسلوب مرن لكي لا يكون له حجة أمام الله يوم القيامة لكي لا يحتاج ويقول يا رب هؤلاء هذا النبي عاملني بقسوة ولم تبلغني رسالة الإسلام بشكل صحيح أين الرحمة وأين وإلا حتى سيدنا موسى عليه السلام قال له الله تعالى عندما أرسله إلى طاغية التاريخ ادعى الربوبية وذبح الأطفال والظلم واستكبر على رغم من ذلك قال فقول له قولا لينا ماذا يريد القرآن مني يريد أن يعلمني أن القضية ليست قضية كفر مهما بلغ كفره الله قادر أن يغفر له ويتوب عليه إذا أراد قد يصبح هذا الملحد أفضل مني أفأمن مكر الله هل أضمن أنني أموت على الإيمان أنا أو غيري فلذلك أحبتي في هذا الأسلوب الاستعلائي يجب أن نتخلص منه هناك بعض الأحكام الفقهية على فكرة الفقه غير مقدس المقدس هو النص القرآني والنص النبوي فقط النص القرآني ما قاله الله عز وجل وما قاله الرسول ما تبقى هي اجتهادات وآراء وتقبل النقد وتقبل المراجعة وتقبل التعديل والعصر يختلف أحبتي في الله في زمن العباسي كانت هناك دولة إسلامية قوية كان كلمة كافر يعني محارب لأن نظام القبيلة صحيح دولة كبيرة ولكن نظام القبيلة كان يحكم كل إنسان كان سلاحه في سيفه في غمده ويرافقه هذا السيف أينما ذهب يعني الناس كانوا مسلحين فكلمة كافر يعني خارج عن الإسلام وعن الدولة وأصبح محارب فكانت الأحكام الفقهية تتناسب مع الحالة الراهنة في ذلك الوقت اليوم أنت الملحد قد يكون أخي أو أخوك أو ابني أو ابنك ما الذي يضمن إذا كان ابن سيدنا نوح وهو الرسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام ابنه كافر هل أنا أفضل مسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أو أنت لا لا أحد يضمن فهذا الملحد لا يجوز أن نتعامل معه على أساس أنه كافر محارب مباح الدم لا يجب أن يكون هناك حكم يقضي بأن الأسلوب المثالي للتعامل مع من دخل الشك إلى نفسه الإقناع لأن الشك دخل نتيجة أفكار وليس نتيجة قبيلة مثلا في الماضي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلال مئات السنين كانت زعيم القبيلة يسلم فالكل يسلمون معه ونحن نعلم إسلام القبائل قبائل اليمن وقبائل كذا قبيلة كاملة كانت تسلم لأنك لا تستطيع أن تقول زعيم القبيلة مسلم وأفراد القبيلة كفار لا أو واحد مسلم واحد كافر لا كافر يخرج أصبح محاربا هذا القانون كان سائداً لمئات السنين اليوم هناك قوانين الأمم المتحدة قانون دولي إلى آخره يعني فهذا الإنسان الملحد كيف ألحد أحبتي في الله ألحد بسبب أفكار دخلت شككته بالإسلام لإصلاق التعامل مع هذا الملحد يجب أن يكون بالأفكار وليس بالقتل وليس بالعنف وليس بالشتم بالأفكار فقط وكثير ممن يتأثرون بالملحدين وربما تمر عليه فترة يكون فيها ملحداً أو كافراً أو لا دينياً يعود إلى الإسلام بسبب آية بسبب معجزة بسبب يعني حقيقة علمية ذكرها القرآن بسبب أحياناً التعامل طيب لأن التعامل الطيب أيها الأحبة أمرنا الله به وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً طيب الحقيقة قد يقول قائل طيب أخاهم هوداً ولكن هم ليسوا إخوة له قال تعالى وعاد وفرعون وإخوان لوط إذن سماهم سماهم إخوان لوط مع العلم أنهم كانوا شاذين جنسياً يمارسون الفاحشة يعتدون على الأطفال وحاولوا الاعتداء على ضيف سيدنا لوط عليه السلام كانوا يكرهون الطهارة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون على الرغم من كل هذه الجرائم التي استحقوا عقوبة الله تعالى وعقوبة عظيمة نزلت بهم عقوبة عظيمة فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود ويعني عذاب عنيف جداً على الرغم من ذلك ثم إن سيدنا لوط لم يؤمن معه أحد حتى زوجته حتى زوجته كفرت وبقيت فقط هو وبناته آمنوا بالله سبحانه وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين إذن على الرغم من ذلك قال تعالى وإخوان لوط ليدلك على أن دعوة سيدنا لوط كانت دعوة رحيمة كان حريص عليهم كما يحرص الإنسان على أخيه وهذا الحرص يتجلى كثيراً في دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فلعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ولا تكو في ضيق مما يمكرون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أفأنت تهدي من أضل الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يعني أنظروا عدد كبير من الآيات تصور لك الحالة النفسية التي كان يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام وشدة حرصه وشدة ضيقه لأنهم لا يؤمنون كان يحب لهم الإيمان ويصبر ويتحمل ولم يدعو عليهم أبداً لم يدعو عليهم وحتى آخر لحظة كان يريد لهم الخير وحتى بعد أن ماتوا سبحان الله والله والله هذا نبي يعني لو علم الملحدون كم هو رحيم بهم حتى بعد أن ماتوا قتلوا الصناديد قريش الذين قتلوا من المسلمين وآذوا النبي وأخرجوا وأخرجوا المؤمنين وحاصروهم وآذوهم على رغم من ذلك لم يسئ لهم حتى وهم أموات وهو المنتصر لم يشتم هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً كان يخاطبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم بعد معركة بدر إذن نحن نحتاج أيها الأحبة إلى أسلوب الرحمة طبعاً آيات كثيرة إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كثيرة كثيرة الآيات أيها الأحبة القرآن يعني يعطيك اللفظ من خلال هذا اللفظ يعني يعطيك منهج حياة منهج الدعوة إلى الله الرحمة الأخوة المودة ونحن طبعا لا نقول إن الملحد أخا لنا إن الملحد أخا لنا في الدين نقول في الإنسانية وننتظر أن يصبح أخا في الدين إن شاء الله لأنني حتى أنا مهما كفر لا أتمنى له النار أتمنى أن يؤمن أتمنى أن يعود إلى الله أتمنى أن ينقذ نفسه وأهله من نار جهنم هذا هو المؤمن الحقيقة أيها الأحبة صدقوني أخلاق النبي كان يعامل أعداءه بأخلاق عالية جدا أعطوني مرة مرة واحدة أن النبي شتم أحدا من الناس أعطوني مرة أن النبي استهزأ بأحد من الناس أو سخر بأحد من المشركين أو ظلم أحدا من المشركين لم يفعل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن قدوتي هو النبي وليس الأحكام الفقهية التي تختلف من زمن لآخر هذه الأحكام أحبتي في الله يجب أن تتغير لا يجوز أن تبقى ثابتة لأن الحكم الفقه ماذا يعني؟ يعني فهم هذا الفقيه للآية القرآنية أو الحديث النبوي هذا هو الحكم الفقه ما فهمه الإمام أبو حنيفة رحمه الله من حديث من أحاديث النبي أو آية قرآنية هذا حكم فقه الإمام كان يعيش في بيئة معينة ويراعي الظروف معينة ظروف الحرب والسلم وظروف الحياة القبلية وظروف كثيرة لذلك اليوم اختلفت هذه الظروف فلذلك يجب أن يكون هناك فهم جديد لهذه الآيات من دون أن يتعارض مع ما فهمناه عن النبي لا يتعارض مع أخلاق النبي النبي على رغم أنه كان في الحرب وكان يقاتل ويجاهد صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يسئ لأحد ولم يهن أحدا ولم يشتم أحدا كان يعطي كل ذي حق حقه ونحن يجب أن نقتدي بذلك انظروا إلى دعوة الأنبياء وبخاصة سيدنا موسى عليه السلام كيف تعامل مع ألد أعداء الله سبحانه وتعالى وهو فرعون وهامان وجنودهما كيف تعامل معهم بكل لين وكل رحمة ودعاهم طويلا وجاء بآيات كثيرة تسع آيات العصى اليد البيضاء وإلى آخره لماذا لماذا يناقشهم كثيرا ويأتيهم بآيات كثيرة ما هو الهدف لنتعلم أيها الأحبة عندما قال سبحانه وتعالى مخاطبا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى بالله عليكم رجل مجرم مثل فرعون طاغية العصر مضى ثلاثين أربعين سنة وهو يذبح الأطفال الصغار الذين لا ذنب لهم ويسجد الناس له ويذل الناس ويستعبدهم وقال لهم أنا ربكم الأعلى وقال لهم ما علمت لكم من إله غيري وتوعد بقتل موسى وتوعد بقتل كل من يؤمن أو كل من يعصي أمره حتى السحرة لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أجنا أشد عذابا وأبقى هذا الرجل المرعب الذي لو كان موجودا اليوم لكنت وجدت الناس يعني يصفونه بالفاضل على الرغم من ذلك الله أمر سيدنا موسى عليه السلام قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى طيب معنى ذلك أن فرعون كان له توبة لو تاب انظروا إلى ساعة رحمة الله لعله يتذكر إذن أرسل له رسولين كريمين موسى وهارون ليقنعه بأن الدين الحق هو الإسلام طيب الله عليكم يعني رب العالمين عاجز أن يأخذه بفيروس يصيبه بفيروس فيقتله عاجز لا لنتعلم فن دعوة الآخر فن التعامل مع الآخر أيها الأحبة وبخاصة أننا الآن في ظروف لم يعد هناك نظام القبيلة حكم المرتد أيها الأحبة يجب أن يختلف من زمن إلى آخر لأنك أنت عندما تقول إنسان ارتد عن الإسلام في زمن النبي وبعده لمئات السنين معنى ذلك أنه ذهب بسلاحه لأن المجتمع مسلح كلهم قبائل ذهب مع قبيل لأنه لا يرتد واحد كان يرتد جماعات كما حصل في زمن سيدنا أبي بكر ارتدت قبائل وليس شخص فعندما ارتدوا شكلوا مجموعة مسلحة خارج عن القانون في كل دول العالم كيف يتم التعامل معها الآن اليوم يتعامل معها بالقتال فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من بدل دينه فاقتلوا لا يعني أن كل واحد يخرج ويقول أنا كافر نقتله لا هذا المفهوم غير صحيح يجب أن نراعي الزمن الذي قيل فيه هذا الحديث والظروف السائدة والقوانين المعمول بها بالإضافة لحديث آخر قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحداث ثلاث وذكر منها التارك لدينه شرط أول المفارق للجماعة شرط ثاني شرط واحد لا يكفي شرطين ترك دينه وبينه وبين ربه حتى لو حاور الناس وتكلم يتم إقناعه بالحوار خرج عن المسلمين معنى ذلك أن هذا خروج مسلح وإلا كيف كان يخرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس المجتمع كان مسلح كل واحد سلاحه ويدافع عن نفسه فخروج أي شخص عن جماعة يعني أصبح جماعة أخرى مسلحة في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المرتد ضرورة القتال أما إنسان ألحد نتيجة تأثره بأفكار ربما دخل إلى مواقع لم يجد من يعني يشرح له الإسلام بطريقة صحيحة حظه السيء قاده إلى مواقع تشوه الإسلام وبخصف الغرب في الغرب الإعلام يضخ كم هائل من التشويه للإسلام كل يوم فالناس لديهم صورة ذهنية مشوهة فمثل هؤلاء الناس لا يجوز أن تقول من بدل دينه فاقتلوه الحديث صحيح ولكن المشكلة في فهم والتطبيق العملي للحديث هناك حديث وهناك فهم هناك تطبيق عملي التطبيق العملي تابع للفهم مثل قطع يد السارق في حالة المجاعة يتعطل هذا الحد وحدث ذلك أيام خلافة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء الناس فإنسان مضطر يريد أن يأكل يأكل أي شيء الحيوانات يأكلها يأكل الجيف فهذا إنسان لا تستطيع أن تطبق عليه حكم أو حد السارقة لأن هناك ظرف معين اختلف الأحكام لماذا وضعها الله أيها الحبة مراعاة ل مصلحة الإنسان بالنتيجة هي تحقق المصلحة أنا اطلعت على معظم الأحكام الشرعية وجدت أنها بالإجماع كلها كلها تحقق مصلحة الإنسان لا يوجد أمر إلهي أو نبوي إلا فيه مصلحة لك ولا يوجد نهي إلهي أو نبوي إلا فيه مصلحة لك أيضا حرم عليك الخمر لأنه يضر حرم الزنا لأنه يضرك اجتماعيا ونفسيا وطبيا أمراض منقولة جنسيا الإيدز وغيريا كل ما حرمه الإسلام فيه شر كل ما أحله ثبت أن فيه الخير الصلاة الزكاء الإنفاق أن علماء في الخارج يتحدثون عن أهمية أن تعطي مبلغا من المال لمن يحتاجه لأن هذا شيء مهم جدا أيها الأحبة الشيء الثاني أحبة في الله كثير من الأحكام التي ينتقدها الآن الملحدون سوف تتلاشى عندما نفهم هذه الأحاديث وهذه الآيات بناء بناء على ماذا ليس على ما قبل 1200 سنة لا بناء على القوانين الموجودة اليوم والعادات الموجودة اليوم والبيئة الموجودة اليوم الآية ثابتة ولكن الفهم يتغير حتى الأئمة الكرام يعني رحمهم الله الأئمة الأربعة الإمام المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي هذه المذاهب الأربعة أئمتهم لم يتمسك أحد برأيه الإمام الشافعي كان له مذهب قديم ومذهب جديد وأبو حنيفة كان له عدة آراء وكان يغير رأيه طب هل الآية القرآنية تتغير هل الحديث النبوي يتغير لا فهمه للحديث يتغير بناء على مستجدات وهو طبعا ضمن حياته فكيف عبر 1200 سنة فيجب أن نفهم هذه الآيات بناء على الواقع الإنسان كان يرتد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الزكاة من أجل المال من أجل السلطة لم يكن هناك صراع فكرة على فكرة من أجل الآلهة دققوا معي أيها الأحبة رجاء لنفهم هذه الأمور لا يكفي أن أقول الفقيه الفلاني قال كذا وانتهى الأمر لا يجب أن نفهم ارتداد الناس كيف كان يحدث وإيمان الناس كيف كان يحدث الناس كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام بناء على قناعات فكرية لأن النبي كان يقنعهم ويقدم لهم الحجج والبراهين والدلائل المنطقية فيقتنعوا فيدخلون في الإسلام ولكن عملية الارتداد عن الإسلام كانت إما ينحاز إلى قبيلته فيرتد إما أن زعيم القبيلة امتنع عن إعطاء الزكاة أو الصدقة وبالتالي يجب على أفراد القبيلة أن يطبقوا ذلك ويرتدوا معه إذن هنا سبب الارتداد سبب سياسي أو اقتصاد كان أحيانا بعض الناس يكفرون ويرتدون لأسباب مادية لأسباب توسعية القبيلة تسيطر وتتوسع وترتد عن الإسلام وتحارب المسلمين لتأخذ أرضهم هناك أسباب كلها تستوجب الحرب في ذلك الوقت وتستوجب القتال وكلمة فقتلوه يعني لا تعني أن تأتي به وهكذا لا هناك موضوع الاستتابة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القضاء هو من يطبق يعني إذا وجد شخص ملحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجود هذا الإلحاد وموجود اليهود والنصارى وموجود المدينة المنورة كان فيها كل الطوائف والأديان لم يذبح أحدا النبي ولم يطبق حكم هذا الحكم على أحد إلا على أشخاص مجرمين قتلوا من المسلمين ارتكبوا جرائم محددة هذا يجب أن يحكم عليهم بالإعدام كما هو القانون اليوم أما موضوع الردة كان يتعامل معه النبي سيدنا أبو بكر بالسلاح لأن ارتداد سببه السياسي واقتصادي وعسكري خرجت مجموعة يعني نحن نسمع أن هناك شخص ارتد قد يرتد شخص مثلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ويهرب بسلاحه ثم يعود ربما يعتذر من النبي ويعفو عنه طب لماذا لم يطبق عليه الحد إذن إذن أخي الحبيب القضية هنا لا يجوز أن نفهم من بدل يدينه فاقتلوه كل ملحد يجب أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه جار يهودي واليهود يعني معروفون بالمكر والدهاء والخبث وكذا على رغم من ذلك كان يحسن إليه وكان يرهن درعه عنده على عشرين أو ثلاثين صاعا من شعير درع النبي صلى الله عليه وسلم الشريف كان يتعامل معه تجاريا يتعامل مع اليهود والنصارى ويستقبل النصارى في مسجده ويكرمهم ويحاورهم النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل دولة وبالتالي يعني هو أفضل من طبق كلام الله وكلامه عليه الصلاة والسلام فعندما يقول الله تعالى مثالي وقاتلوا في سبيل الله أو عندما يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب طب جاره يهودين من الذين أوتوا الكتاب لماذا لم يقاتله إذن الآية لا تفهم هكذا أحبتي في الله الإسلام لا يستعدي أحدا الإسلام الحقيقي الإسلام دين الرحمة دين المودة دين العطف دين يعمل لمصلحة الملحد لإنقاذ الملحد من جحيم الدنيا وعذاب الآخرة لضمان السعادة لهذا الملحد انظروا إلى نسب الانتحار اليوم بين الملحدين أكثر من سبعمائة ألف يموتون سنويا منتحرين فالإسلام جاء ليحيي النفوس لينقذهم من الانتحار ومن الأمراض المنقولة جنسيا ومن الاكتئاب يعني 350 مليون مصاب بالاكتئاب حول العالم أيها الأحبة فلذلك أحبتي في الله يعني خلاصة هذا اللقاء أولا يجب أن نتعامل مع من يخالفنا في العقيدة سواء كان من دين آخر أو كان ملحدا أو غير ذلك أو من طوائف أخرى بالمحبة والمودة والرحمة والأخوة كما تعامل الأنبياء عليهم السلام إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون أخوهم مبدأ الأخوة في الإنسانية الشيء الثاني بالنسبة لي طبعا هذا رأي شخصي وليست فتوى أن الأحاديث التي يظن بعض الملحدين أنها تبيح دمهم من بدأ لديناه فاقتلوا فهمت خطأا وفسرت خطأا واستخدمت استخداما سياسيا عبر التاريخ للتخلص من المخالفين يعني هذا الحديث أيها الأحب يجب أن نعترف استخدم في مرحلة ما كوسيلة للتخلص من الأعداء السياسيين الخليفة كان له عدو سياسي يكفي أن تقول مرتد لقتله وبالتالي طبق أكيد طبق بشكل خاطئ عبر التاريخ وكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طبقت بشكل خاطئ أيضا فهذه جريمة يحاسب عليها ليس الإسلام وليس النبي عليه الصلاة والسلام ولسنا نحن نحاسب بل من ارتكبها يعني أثناء الفتوحات الإسلامية حدث هناك ظلم حدث قتل حدث الحرب يعني يحدث فيها كل شيء هذا المحارب خالف الآية القرآنية ولا تعتدوا اعتد على اغتصب مثلا من المسؤول هو وليس الإسلام لا نقول إن النبي فعل ذلك لا النبي لم يعتدي على أحد وادرسوا المعارك التي خاضها النبي كلها دفاع عن النفس حقيقة يعني لو درستها بدقة تجد أن معظمها حول المدينة حول المنطقة التي هاجر إليها هو ترك مكة وعاد منتصرا لم يعني يفعل أي لم يرق ولا قطرة دم عندما عاد إلى مكة عاد منتصرا فاتحا والناس دخلوا في دين الله أفواجا وظنوا به خيرا طيب ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني انظروا أن النبي كان يتعامل معهم من منطلق الأخوة أخوة في الوطن أخوة في القبيلة لأنهم قبيلة قريش هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام أخوة في الإنسانية لذلك قال كلكم لآدم وآدم منت رب عندما وقف وقال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم هذه الحادثة مشهورة جدا فتح مكة عندما أذل الله هؤلاء المتكبرين وأصبحوا أذلاء في قبضة النبي يستطيع أن يقتلهم شخصا شخصا ماذا تظنون أني فاعل بكم ماذا قالوا قالوا أخ كريم وابن أخ كريم لماذا لفظو عاملوه بلفظ الأخوة لماذا وصفوه بأنه أخ معلم أنهم لازالوا كفار على فكرة لم يسلموا بعد هل قال لهم لا أنا لست بأخ لكم لا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فكانت هذه الرحمة وهذا التعامل الأخوي حقيقة كانت سببا كان سببا في دخول الناس في دين الله أفواج ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الرحمة وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكم ومجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته